تفقد مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن يحيى العيزري أبطال قوات المركز المتقدم السابع عشر المرابطة على حدود الخط الدولي مأرب الوديعة استمع مدير دائرة العمليات الحربية خلال زيارات التفقدية من قيادة المركز المتقدم السابع عشر وقيادة الأولوية والوحدات العسكرية الفرعية إلى تقرير مفصل عن الأوضاع الميدانية وما يحققه أبطال المركز من نجاحات في ردع ميليشيات الحوثي الإرهابية وأشاد العميد العيزري بالجاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة في المركز المتقدم السابع عشر وبطولاتهم وتضحياتهم الخالدة في معرقة الدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية ومواجهة المشروع الحوثي الإرهابي مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الدائم بما يخدم سير تنفيذ أوامر قيادة العلية وأكدت قيادة المركز المتقدم السابع عشر وقادة الألوية المرابطة في الخط الدولي استعدادها التام لتنفيذ كافة المهام الموكالة إليها بالشكل المطلوب